هناك من يسأل سيد محمد يقول لك طيب اليوم الناس تعودوا على منتدى الإعلام العربي في دبي وهناك أيضا منتدى في الكويت وهناك منتدى أيضا في البحرين وكان هناك منتديات بين فترة واخرى في مصرو وفي لبنان ما الجديد؟ ما الذي سيقدمه منتدى الإعلام السعودي مختلف عن المنتدات الأخرى؟ شوف الإعلام يواجه أصعب مرحلة ربما في مساره التاريخي صناعة الإعلام كصناعة الآن تمر بمنعطف كبير جدا أنت تعرف أنه في مؤسسات إعلامية قاعدة تغلق مؤسسات إعلامية قاربت على الإفلاس ومؤسسات إعلامية تترنح ليس في السعودية فقط نتكلم غلوبالي على مستوى العالم فإحنا كإعلاميين وكمهتمين بصناعة الإعلام لا بد أن ندرس ما هي التجارب الموجودة في العالم ما هي البيزنس موديل اللي وجد حتى صنع التغيير في مؤسسات إعلامية في مؤسسات إعلامية في دولة السكندنافية كانت مفلسة تغير البيزنس موديل تغيرت القيادة غير المشروع المؤسسات تربح نيورك تايمز واحدة من التجارب العالمية المثيرة الآن تارغيت 4 مليون ونصف مشترك ودخل مليار دولار مليار دولار جريدة ساحي شمبون اليابانية توزع 9 مليون نسخة في اليابان وعندها تجربة عظيمة جدا هذه التجارب الموجودة في العالم حينما تحضر ودعونا من هذه المؤسسات أشخاص سواء رؤسات تحرير أو رؤسات تنفيذين ليقدموا تجربتهم أنا كمؤسسة إعلامية مثلا في السعودية أشوف تجربة اليابان وأشوف تجربة نرويج وأشوف تجربة أمريكا وأشوف التجارب الأخرى وأبني البيزنس موديل المناسب لي اللي يتناسب مع السوق السعودية لأنه لكل سوق مواصفات ومعطيات خاصة لكن مع احترامي لكل الله لكن لا يمكن أن نجلس في البرج العاجي نعم ونعتقد أننا الأفضل والأحسن ولا ننزل نطلع على تجارب الآخرين ونتعلم منها لذلك النقطة الأولى هي التعرف والاستفادة من التجارب العالمية اللي موجودة واللي إحنا حرصنا نجيب أفضل التجارب ونستعد الله ترجمة نانسي قنقر